ما تعرف إش قد دولة بيناتهم يتقاتلون قتال قتال موت موت قتل زين من أجل هاي المواضيع يعني لأنه بها أرباح طائلة أرباح طائلة شركات بالمحافظات بغير المحافظات يتعاقد وما تعرف هذا النفط والصهاريج المن يباع تكلموني مرة عن نفطه أو نفطه الأسود هذا ثالي يباع بمليارات طبعا للعلم يعني هذه رح أقول للكياها كثير من هذه يعملون تعد غطاء سياسي كثير من هؤلاء لديهم شوف ترى ما يستطيع يشتغل هاي الشغلة واحدة إذا مو موجود بيها سياسيين وموجودين ناس لهم باع بالدولة مستحيل مستحيل يقدر يعمل هذا العمل لأنه هذا اللي يعمل على مثل هذا العمل هذا إذا ما مستند على ما موجود من أجل أن يطلع يخابر السيطرة الفلانية هذا طلعوه هذا قرائبنا هذا الموضوع إحنا إذا ما نلغي الوساطات وما نلغي الفساد ونمنع تدخل السياسيين والأهم من هذا الأهم من هذا قبل ما ينتهي اللي قال النزاهة تكلموا على موضوع من أين لك هذا والله سأدين لهم بالفضل أنا وملايين العراقيين إذا طبقوا موضوع من أين لك هذا مع العلم أنا يعني أقولها هيئة نزاهة واحدة ما تكفي يعني يراد عشر هيئات نزاهة من أجل أن تطبق هذا الموضوع لكن والله الموضوع بسيط هناك قصور بنيت أماكن كانت ما تسكنها بس العوائل الراقية في بغداد الآن تجدها إلى من هبود اشتركوا في القناة